في رحلة البحث عن إنجازات تغطي فشلها في إيجاد حل للأزمة السياسية في اليمن عادت الأمم المتحدة لتعلن عن تسيير أول رحلة علاجية تقل مرضى عبر مطار صنعاء الرحلة التي تأتي بعد أكثر من 42 شهرا منذ حظر رحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي أقلت سبعة مرضى مع مرافقيهم على طائرة أممية نحو العاصمة الأردنية عمان وفق مصدر مسؤول في المطار الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي المبعوث الأمم إلى اليمن مارتين جريفث رحب في بيان مشترك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية بما وصفه الجسر الطبي وقال إن تدشين أول رحلة جرى بتعاون والتزام كل من الحكومة اليمنية وسلطات الميليشيا في جعل هذه العملية ممكنة استئناف الرحلات عبر مطار صنعاء أمام الحالات المرضية ولو مؤقتا يفتح أسئلة كثيرة أبرزها ما إذا كانت الأمم المتحدة قادرة على ضغط تلك العملية خاصة في ظل الاتهامات الموجهة لجريفث بأنه غالبا ما يتجاوز عن تنصر ميليشيا الحوثي من التزاماتها هذه المرة يقول معارض ميليشيا الحوثي إن استئناف الرحلات الجوية يخدم الميليشيا التي تسعى لنقل عناصرها إلى خارج البلاد بعيدا عن سيطرة الحكومة والتحالف كما يذهب آخرون إلى القول بأن تسهير الرحلات الطبية لن يكون كافيا بتلك الصيغة إذ أن جماعة الحوثي ستحصل العمليات الإسعافية في عناصرها والموالين لها ولن تسمح لليمنيين بالسفر كون الرحلات محددة وشحيحة ورغم كونه عملا إنسانيا ضروريا منذ اليوم الأول فإن المطالبات امتدت إلى التحالف بضرورة إعادة فتح مطار صنعاء ومطارات البلاد الأخرى أمام حركة المسافرين إذ أن حضر الرحلات التجارية عبر المطار الذي يعد الأهم في البلاد لن يكون مجديا